أنا فقط أريد أن أوجه رسالة إلى الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي نريد أن نفهم هل الولايات المتحدة الأمريكية أو سفارتها أرسل التعميم للجميع أنه اللي يأتي على مجازر الطبقة والرقة ودير الزور والموصل وقتل التحالف للمدنيين من حطوا عقامة الإرهاب نريد أن نفهم خمسمائة شهيد مدني خلال 48 ساعة 300 في الرقة والطبقة وريف دير الزور منهم 190 بس في مدرسة المنصورة ومنهم 80 واحد في مدينة الطبقة قبل شوي ضربوا محل قتلوا 3 نساء يعني هذولا وبالموصل اليوم 200 شهيد في قصف جوي للتحالف لقوات العراقية لشياطين الزرق أنا مش فاهم يا أخي هؤلاء هل هم بشر ولا إيش هل هم كلاب هل هم خوارج شو ذنبهم ذنبهم أنه عايشين تحت سلطة داعش لك يا أخي إذا هذا اسمه محاربة الإرهاب شو هو الإرهاب معناته أنا أريد أن أفهم بس صرخة صحفي سوري شو إذا هذا اسمه مكافحة إرهاب ونشر الإسلام المعتدل شو هو الإرهاب شو خليته لداعش بس جاوبوني أطفال نساء لك ما عابل سرجح حدا يكتب عنهم وتنظيم الدولة المشكلة صادر كل شي كاميرات لا عنده لا صحفيين لا نشطاء لك هذا ما في مكانك توثق مش هي عاب يبعثوا هل المواطنين بيرقود واحد يمكن عشرين كيلو متر لليلحق نت عند واحد فضائي بمكان مش أن يبعث لك صور أو صورتين يا أخي حرام هذا الشيء اللي عاب يصير وليش الإعلام العربي لا يسلط الضوء على المجازر هؤلاء مش بشر اللي في الرقة مش أهلنا اللي في دير الزور مش أهلنا اللي في الموصل مش أهلنا ولا إيش يعني أنا صار عندي يقين ربما أنه التحالف الأمريكي يستقصد قصفاء لا ليش؟ لأنه معروف أنه التحالف لا يضرب أي هدف إلا بناء على إحداثيات الإحداثيات بيعطوها عملاءه الانفصاليين أو الجواسس الأرضيين بيقول له هون أضرب هون مقر لداعش هون كذا بيكون مقر لمدنيين فيه إحداثيات نعطت للتحالف يوم ما تم تهجير العرب من قبل الانفصاليين وتم تهجير أكتر من مليون عربي وقتل أكتر من خمسة وعشرين ألف عربي خلال عمدة سنتين أو ثلاثة عا بيحكي لك الآن ليش؟ وين هاي بدي أعرف هاي الإنسانية والعدالة والحكي الفاضي هذا اللي بنسمعه وإيش هاد؟ عصر الجنون هاد؟ بدكم تقاتلوا ده إيش الفرق بدي أفهم إيش الفرق بينكم وبين بشر الأسف السياسة الأرض المحروقة بروح بيدمروا حي كامل وبعدين بيقولوا للحجد الإرهابي أو الانفصاليين تعالوا يلا حررنا لكم بعروفين الحجد الإرهابي خرجوا قتال؟ أو الانفصاليين خرجوا قتال؟ أنتوا بس عم تقاتلوا الدواعش من الجو تضربوا بالـ F-16 وبعدين تجي الأباتشي بتمشطوا وبعدين الحجد بيجي زي الضباع هذا كلام مش دفاعا عن داعش مشان ما حدا يقل لي الآن عم تدافع عن داعش هؤلاء أنا عم تدافع عن الإنسانية وحد يترجمها هاي للإنجليزية كيلا يحطها إيك بل كي تصلهم حرام اللعب يصير هذا الأمر هذا التجاهل كأنه المجازر التي حدثت ما حدا يسترجح يحكي عنها بيخافوا قال إعلام حر قال والله ما في إعلام حر ما بعتقد أنه في إعلام حر أنا خلص ما عد أثق أنه في إعلام حر ما في إعلام حر نحن للأسف أسر